اشتركوا في القناة تم تأسيس مؤسسة غير حكومية تضع جسور من قبل مختربين سوريين حول العالم لحديث عن هذه المؤسسة معنا في الستوديو فادي سالم أحد مؤسسي جسور وأيضا السيد جابر العظمى فنان ومصور نرحب بكم بداية فادي نسألك عن جسور ما هي جسور ولماذا جسور جسور هي منظمة أو مؤسسة غير ربحية أسسها مجموعة من الشباب السوريين حول العالم بهدف مساعدة أو جمع طاقات المغتربين السوريين حول العالم لمساعدة السوريين في داخل سوريا للتنمية مستقبلا في مشاريع مختلفة أهمها وأول مشاريع اللي انطلقنا فيها ومشروع مساعدة الطلاب السوريين من خلال بعثات وبرامج إرشادية لمساعدتهم للوصول إلى الدراسة في جامعات راقية حول العالم لبناء مستقبل التنمية في سوريا يعني بناء جسور بين السوريين وبعضهم ربما لمستقبل أفضل لسوريا ما هي الخطوات التي يعني إلى أين وصلتم عملنا كثير من الخطوات أهم أنه حاولنا نساعد خمسين طالب سوري حتى الآن أسسنا شبكة من السوريين اللي يعملوا في الإرشاد يعني يساعدوا السوريين في الداخل وهم خرجين من جامعات حول العالم لدينا حوالي أربعة آلاف عضو حول العالم وأنشأنا عدة مبادرات منها مبادرة للفنانين السوريين لدعم الطلاب السوريين بتقديم أعمالهم الفنية للبيع للدخول في صندوق المنح لمساعدة السوريين من الطلاب من الجهات المتعاونة معكم كمؤسسة؟ المغتربين السوريين حول العالم كجهات يعني أنتم تسعون للتعليم لتوفير الدراسة بالنسبة هل من مؤسسات معينة تتعاونون معها لإستقبال هؤلاء الطلاب؟ الجامعات حول العالم في مجموعة كبيرة من الجامعات حول العالم مثل جامعة إلينوي إنستوتوف تكنولوجي في شيكاغو وغيرها التي عملوا بعثات خاصة في الطلاب السوريين بالتعاون مع جسور وجامعات عديدة أخرى حول العالم وبادر كثير من السوريين لتقديم المنح لهؤلاء الطلاب للمساعدة ينضم معنا أيضا سيد جابر العظمى الفنان والمصور وهو أيضا يشارك معكم في مد هذه الجسور كيف هي مشاركتك معهم؟ قدمت عمل أو عملين مثل ما آل فادي إنه بيروحوا لمزاد ويفترض الريع بيروح لدعم للطلاب كيف بتم المزاد؟ أنا مرح مش المزاد نفسه يعني كيف بتم الاتصال فيكم للمشاركة؟ بشكل مباشر وشخصي يعني يعني هي علاقات شخصية بينكم وبين بعض إي يعني في حالة يمكن هلأ بسبب الظروف يعني من السوريين متجمعين مع بعض عم بيحاولوا دايما يعني في محاولات مستمرة باتجاه إيجابي يعني بالتوازي مع الألم والشيء الفضيع اللي عم بيصير في شيء في حراك بين الناس كلها كل الناس واقفة مع بعضها وعم بيساعدوا بطريقة فهذا جزء من هذا الحراك يعني الناس تساعد بعضها توقف مع بعضها طب فادي وجابر ما هي رسالتكم أنتم كأفراد يعني لما أخذتوا هذه المبادرة لحتى تشاركوا ما هي رسالتكم إلى الناس؟ أهم شيء أهم هدف من جسور هو أنه في طاقات هائلة عند السوريين المغتربين حول العالم في حوالي 20 مليون سوري حول العالم مغتربين والبلد حاليا في حاجة خصوصا الشباب والمستقبل بحاجة لها المساعدة ففنانين كبار مثل جابر العظمي مثل أستاذ يوسف عبدالكي، مثل فادي يازجي وغيرهم شاركوا بالتعاون مع أعضاء جسور لمد هذه الجسور للربط بين الفن والتعليم وبناء المستقبل في البلد وعندنا مؤتمر في نيويورك كمان لبناء مستقبل سوريا في عام 2025 يوم 16 و17 في الشهر وفيه سيكون معرض للأعمال الفنية التي قدموها الفنانين في نيويورك الفنانين السوريين ومنهم شابر إذن نحن نتمنى لكم بدورنا كل التوفيق إن شاء الله نشكركم على حضوركم وإن شاء الله تحقق كل أمياتكم سيد فادي سالم والسيد جابر العظمي أهلا بكم شكرا لكم 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر